هو أنور الفطائري الذي كتب في مسيرته صفحات مشرفة من التفاني والوفاء والالتزام والصدق وهو الذي استشهد في سبيل الوحدة الوطنية والمصالحة والعيش المشترك وتقديرا لهذه المسيرة النضالية أقيم احتفال إزاحة الستار عن تمثال الشهيد المناضل أنور الفطائري برعاية وحضور تيمور جنبلات وبدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي وفرع بلدة الجديد الشوف وسط مشاركة شخصيات وفعاليات سياسية وحزبية وبلدية وأهلية ومشايخ الكلمات التي سبقت إزاحة الستار شددت على مسيرة المناضل الفطائري إلى جانب المعلم كمال جنبلات والنائب وليد جنبلات حتى الاستشهاد بما تضمنته من دور شبابي ووطني وحزبي إضافة إلى الوفاء لنهج المختارة والوقوف إلى جانب تيمور جنبلات لسيما في الاستحقاق الانتخابي المقبل وقد تحدث كله من رئيس بلدية الجديد بقعة هشام الفطائري ومعتمد الشوف الأوسط في الحزب التقدم الاشتراكي يحيى أبو كروم وشقيق الراحل أكرم الفطائري وزوجة المناضل وداد العيد التي أكدت تقديرها ووفاءها لدار المختارة وزعيم الشباب الواعد تيمور جنبلات وفي الختام أزاح جنبلات وعائلة الراحل والحضور الستارة عن التمثال ترجمة نانسي قنقر